اشتركوا في القناة تحكمها مصالح مشتركة وغيات واحدة وقد يكون مشهد بن يمين نيتنياهو وهو يزور احد المستشفيات التي اقامها كيانه لمعالجة الارهابيين احد ابرز دلالات هذه العلاقة سلطات الاحتلال الصهيوني حاضرة وبقوة ضمن سياسة دعم الارهاب في المنطقة العربية وبشكل خاص في سوريا هذا ما اثبتته الوثائق والفيديوهات المسربة وهو ايضا ما صرح به ما سمي بالاتلاف الوطني حين اعلن ان علاج الجرح في اسرائيل خدمة متبادلة بين الطرفين مصالح المعارضة السورية تجسدت في بناء مستشفى ميداني صهيوني لعلاج جرحها حسب صحيفة لبراسيون الفرنسية التي نشرت في تحقيق يتحدث عن دور الكيان المفضوح بتأجيج الازمة السورية ودعم الارهابيين واعادتها من القتال في سوريا بعد تأمينهم طريق عبورا الى اراضي الجنوب اللبناني حجة الجانب الانساني التي يدعيها الصهاينة تفندها عدة تقارير صحفية توضح ان الكيان ينسق مع تنظيمات القاعدة وجبهة النصر الارهابية بما يخدم مصالحها خاصة المائية يتوازى هذا مع ازدياد هجمات المسلحين على مراكز الجيش السوري في الجولان بهدف سرقة مياهه بعد الانخفاض الخطير في منسوب مياه بحيرة طبرية التي كانت توفر ثلث حاجة الكيان الصهيوني سنويا موقع ديبكا الصهيوني اشار في تقرينا له ان نحو الف مسلح من جنسيات مختلفة انهو تدريباتهم العسكرية في الاردن على ايدي قوات امريكية مدعومين من قبل امريكا والاردن والكيان وطبقا للمصدر فان وضع الجماعات المسلحة في سوريا يتراجع بشكل كبير في كافة المدن السورية ما يعني ان قدرات هذه الجماعات على المواجهة والصمود تراجعت كثيرا لم يكن هذا كل شيء فعلاقات مختلفة الاوجه نشأت بين الصديقين الارهابيين والصهيين الطيور على اشكالها تقع واحد من التعليقات الواردة على الفيديو السابق ربما استوفى هذا التعليق حق من رضي بالتعامل مع من دنس المسجد الاقصى واحتل ارضا عربية وشرد اهلها وقتلهم وما زال يمارس سياسته بتجنيد ودعم مقاتلين بالتنسيق مع دول عربية وغربية